انا عليها طلعت ديما عليها ونعرض هتكلم عن احدث كراءاتي كتاب حياتي للتأليف ايزادورا دونكن ايزادورا دونكن واحدة من اهم الرقصات اللي اتواجدوا على قيد الحياة في الكرة الارضية الرقصة استطاعت ان هي تغير في شكل الرقص الحديث بتعمل حالة او حلقة وسيطة ما بين الرقص البريء الكراسيكي اللي كان موجود قبلها والرقص بعدها الحديث او الرقص البريء الحديث اللي هو برضه واعتبر نتاج ايزادورا دونكن وتأثيرها في فن الرقص الكتاب دوت صدر سنة 1927 وهي كتبته بعد مرحلة لاحقة في حياتها تقريبا قبل متحة بحاجة بسيطة تم صدوره ولكن احداثه بتخلص سنة 1921 لما مرت به المرحلة بتاعت ان هي خلاص ثابت اوروبا وراحت الاتحاد السوبيتي حياتها بعد كده ان هي رجعت الاوروبا تاني قبل وفاتها ايزادورا دونكن كان التاريخ بالنسبة لها حاجة مهمة جدا لأولا هي لها تأثير مهم جدا في تاريخ الرقص زي ما انا قلت ولكن كمان موضحها في التاريخ كان مهم هي كانت بنت بيئة مثقفة للغاية بيئة مختلفة تماما عن بيئة الاطفال الامريكيين في وقت مولدها في نهايات القرن التاسع عشر هي كانت طفلة لي عائلة مختلفة ام مطلقة بسبب مشاكل مع الاب اللي عمل جريمة وتتغل قد نفوزه كراجل بيشتغل في مجال البنوك وبالتالي سرق فلوس ولكن ما دخلش استجنة ولكن الام اللي كان عندها قيم اخلاقية معينة طلبت ان هي تطلق منه وبدأت تعيش مع اولادها الاربعة الاولاد طبعا كانوا عايشين في حياة فقيرة ولكن الام كان عندها اهتمامات فنية كبيرة جدا الاهتمامات فنية كبيرة دي نقلتها للاطفال اللي بعد سن معين ما بقوش بيروحوا المدرسة وكانوا بيشتغلوا في تعليم الفن والرقص للاولاد المحليين وناصل الوقت بتصقفوا بشكل غريب جدا بشكل عنيف جدا اتعرضوا لكامل الكتاب اللي قابلوهم بداية من العصر اليوناني الى العصر اللي هم كانوا عايشين فيه ازادورا كانت البنت الاصغر فيها دي العائلة وقررت ان هي تحترف الرأس وكانت شايفة ندوت الهدف من حياتها حاولت تضرب على رقص البالي ولكن رقص البالي كان من اتبالها بيقيد الخطوات بتاعتها بيقيد الموهبة بيقيد الفن اللي هي شايفها لنفسها طفولة ازادورا المختلفة وامها المختلفة كونوا لديها مجموعة من المسر هي واخوتها ومفهوم خاص جدا جدا للفن المفهوم ده كان سابق لعصره بشكل كبير وبالتالي ما كانش ديها مكان فيه الولايات المتحدة وده كان بداية رحلة مراحل حياتها ومش بتقسم لمراحل لكن الكتاب القصة اللي فيه اللي كتبها ازادورا دانكن عن نفسها بتقسم ليه مراحل معينة المرحلة القوانية زي ما قلت هي مرحلة الطفولة والثقافة المختلفة لتلقتها على ايد والدتها هي واخوتها المرحلة التانية بتبدأ بان هم بيحوشوا مبلغ من الفلوس عن طريق ان ازادورا بتتنازل عن فنها وبترقص في مسارح امريكية عادية رأس اللي هي مش عايزها عشان تحوش فلوس هي واهلها ويقدروا يزافروا اوروبا هي كانت عارفة ان مكانها مش في المجتمع الامريكي اللي مش قادر فيه بحادثته انه يتفهم روح الفن اللي هي بتنتمي لها روح الفن الكراسيكي او القديم اللي هي عايزة تقدمه واللي بينتمي اكتر ليه قارة اوروبا وبالتالي بتسافر الى لندن وهناك بتبدأ رحلة في التسقيف الحاجات اللي هي عم كتعرفها نظريا باقي تتعرف عليها عمليا زيارات المتاحف زيارات الاماكن الاسرية اتنقلت من لندن لبريس لفة اوروبا هي وعليتها وهما في افقر حالة ممكنة بيحوشوا شوية فلوس بيسرفوها على الاكل وعلى المتاحف وعلى الفنون وعلى القراءة وبعدين فلوس تخلص يبدأوا يشتغلوا شوية وهكذا لغاية ما بدأت المرحلة التالية وهي مرحلة صعود زادورة دونكن حول اوروبا وتكوينها صمعة كبيرة جدا بسرعة بقت واحدة من اهم الفنانين الموجودين كمان عزز دوت وجودها فيه علاقات او في المجتمع كان فيه عال كبير من الفنانين رودان النحات العظيم جدا كان صديق زادورة دونكن ولكن ولانها شخصية ما كانتش عملية اكتر ما كان الشخصية بتراهيم في الخيال فهي كانت حياتها المادية دايما غير مستقرة صعود وهبوط صعود وهبوط تحوش فلوس تبقى غنية جدا بتروح تعمل جوالات وبتبقى معها فلوس وبعدين هبوط بتصغل فلوس وبعدين تبدأ تاني في اللوب نفسه وبالتالي هي كانت بتحقق نجاح كبير جدا على المستوى الفني ولكن على المستوى المادي كانت دايما عندها صعبات زادورة كانت حانمة كبيرة حانمة كبيرة كان عندها حلم واحد حطها قدامها وهو حلم اقامة مدرسة بتقدم فيها الفن بتاعها مدرسة ديها شروط خاصة في دماغها مكلفة جدا جدا وشي لقيا ليها سبونسر يقدم الفلوس اللي هي محتاجاها وكان بتصرف عليها بنفسها وفي كل مرة كانت بتقدم المدرسة دي بالشكل اللي هي عايزها بتستمر البضع سنة الانوات وبعدين بيحصل ان هو المدرسة بتفشل بسبب قلة الفلوس الكتاب بيقدمنا المراحل دي مرحلة الشباب مرحلة الطفولة مرحلة النجاح والمراحل الاخيرة من حياتها اللي برضو كانت بتمثل فيها نفس اللوب من النجاح في شوية فلوس وبعدين انت خاص الفلوس وبعدين انت دورها عن نجاح تاني وهكذا ولكن الجانب المهم جدا في الكتاب هو اسلوب اذا دورها في تقديم حياتها هي شخصية فعلا غير عادية شخصية عندها اراء صريحة جدا ومختلفة جدا عن العصر بتاعها وحتى عن العصر بتاعنا هلنقي ان هي صنيها اراء في مؤسسة الزواج صريمة جدا هي كانت ضد الزواج تماما كانت شايفة ان مؤسسة الزواج هي مؤسسة قاتلة للعلاقات بين الناس وبالتالي كانت ضدها وما تجوزتش ابدا وعرغم ذلك انجاب الطفلين وهم الطفلين اللي كانوا برضو جزء مهم من الكتاب لان فقدانها للطفلين دول كان ليه تأثير كبير جدا على شخصيتها ومستقبلها طريق كتابتها كمان ليه الجزء بتاع الولادة والجزء بتاع وفاة الاطفال كانت حاجة مؤسرة جدا جدا انا هنا ما بحرقش الكتاب لان دوت مكتوب في اول صفحة هي اشرت الى وفاة طفلها في اول صفحة الثاني هنلاقي فيه شوية حاجات كده علامات فيه شخصيت ايزادورة موجودة فيه الكتاب زي الصراحة الشديدة جدا جدا مصورها الخاصة عن الفن تأثيرها بالفنانين الاخرين في وقتها افكارها واحلامها المثالية عن الفن علاقتها كمان بالنظم العالمية علاقتها باوروبا اللي كانت شايفاها منبر العلم علاقتها بالاتحاد السوفيتي اللي عاشت فيه فترة كبيرة من حياتها واللي كانت شايفاها انه بالفكر بتاعه هو الفكر الصالح دي الفقراء وكان عندها كمان اراء مثالية جدا في الاتحاد السوفيتي وفيه ما بعد الصورة السوفيتي علاقتها بالولايات المتحدة واللي رغم ان هي بلدها الام ورغم ان هي عاشت فيها طفولتها الا ان كان عندها محاسيس مطالبة نحيتها كانت شايفا ان هي فيها نوع من انواع الجهل غير المتوافق مع موثولها العلية في الفن وكانت شايفا كمان ان الموجودين هناك مهماش داعمين الفن بالشكل اللي هي متوقعة والناس مش قاية تتقبل الفن بتاعها ونوع من التعالي على الفنانين اللي كانوا موجودين هناك هنلاحظ كمان ان هي كان لها مفهومها الخاصة عن الفن غير متماشر مع العصر يعني هي كانت بالنسبة لي امريكا سبقى وكانت بالنسبة لي امريكا بتقدم حاجة هماش عارفينها ولكن لما قدمت امريكا حاجة خاصة بيها هي محاسي متقبلها وديه في الفصول الاخرين هنلاحظها في كلامها عن موسيقى الجاز موسيقى الجاز اللي ظهرت بقوة فيها عشرينات القرن العشرين في الولايات المتحدة كانت موسيقى بتعبر عن المكان داو كانت بتعبر عن التعد العرقي الموجود في الولايات المتحدة عن الأصحاب الأفريقية اللي اندمجوا بالمجتمع ويقدموا الفن الخاص بيهم والفن اللي كانت شعبي جدا جدا بالنسبة لإدارة دينتن دا ما كانتش شايفة فن من اس وهي ما كانتش فهمة اللي دا فن الشعبي وكانت ضده وكانت شايفة ان الفن الشعبي الأمريكي ماينفعش لا يكون بري ولا يكون جاهز وكانت شايفة ان الفن دي نظرة معينة هي لفد مخها فده يخلينا نشوف انه على الرغم ان هي كانت بني قدمة متفتاحة جدا عرغم ان هي بلقات ما كانت صريحة جدا مع نفسها الا ان برضو مفهومها للفن المثالي كان قاصر على تقبل انواع اخرى من الفنون قط اللي تناولها الكتاب اذا دورة دون كان حياتي ولكن كمان انا هتكلم في النقطة دي عن انتباعي انا عن الكتاب الكتاب كان بالنسبالي بيقدم اوان قصة حياة مسيرة جدا جدا مختلفة تماما ان تبقى الشخصية دي موجودة في بدايات القرن العشرين ونهايات القرن التاسع عشر شخصية صعب ان اختلاقيها حتى دلوقتي في القرن الواحد وعشرين بعد مرور القرن على وفاتها تقريبا فدي كانت حاجة مسيرة بالنسبالي ثانيا الكتاب شهادة مهمة جدا عن العصر دوت هي زي ما قلت قبلت مجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين والنحاتين اللي كانوا موجودين في العصر ده كانت عراقات قوية جدا معاهم نسحة بنقرأ عنهم ونسمع عنهم بس فلما تشوف وجهة نظر الشخصية في الشخصيات دي حاجة بصراحة ممتازة جدا وممتعة جدا جدا يعني طبعا رحلتها الخاصة كانت رحلة مسيرة انا مش بتخيلها بلقات ما بتاخد اخوتها عشان تروح قسينة عشان يعيشوا ان هما بيرقصوا ويعني حاول يبنوا بيت في مكان المعبد القديم هي قصة حياة مختلفة تماما وبتتنائل من اماكن مختلفة فانت طول الوقت ما بتحسش بالملل بسه كمان درامية جدا يعني فيها بناء درامي مش مجرد قصة حياة ساعات بتكون قصة الحياة لو تم التزام الدقة في كتابتها ما بتكونش مسيرة زي الافلام او زي الروايات اللي احنا بنقراها لان الحياة ما هيش مسيرة بهذا الشكل او متقسمة بشكل درامي زي ما احنا متعودين على الدراما البداية والوسط والنهاية او العقدة والظروة ولكن حياة درامية فعلا يعني ممكن تشوفها في فيلم وانت بتقرأ الكتاب وتحس كأنه بيتعامل قدامك فيلم يعني احنا عندنا صعود وهبوط عندنا الفقدان الاولاد اللي كان ليه تأثير كبير جدا على حياة الام عندنا العلاقات العاطفية اللي كان بتدخل وتخرج منها حتى نهاية الكتاب كانت نهاية تطلح انها تكون فيلم لانها نهاية سعيدة جدا نهاية متفألة وهي مسافرة على الانتحاد السوفيتي بعد ما جاتلها الدعوة اللي هتنهي كل مشاكلها المادية وهتنهي كمان علاقتها بأوروبا اللي كانت حاسة ان هي بتنفوزها وعلاقتها بالولايات المتحدة اللي كانت حاسة برضو ان هي غير متلقمة معها ترجمة الكتاب كانت كويسة جدا من متحطاها ترجمة شعرية لايقى مع النص اللي احنا بنقرأه اذا كان زي ما قلت لها وجهة نظر في كل حاجة كانت بلي قدمة شعيرة بطبعها وبالتالي اللغة بتاعتها كانت لغة شعرية والترجمة بتاعتها كانت شعرية بقدر الكافي كتاب حياتي كانت ديته على تقييم اربعة من خمسة وده بالنسبة لي تقييم عالي كتاب انزح به بشدة ممكن يكون هو عرغم انه شكله تغنب بس كتاب طويل شوية هياخد منك وقت في القراءة ولكن هي رحلة تسقفية مهمة جدا والتعرف على شخصية مسيرة غيرت في فن الرقص العالمي وبكده خلصت حلقة النهاردة يارب تكون عجبتكم وتسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة